بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الطلبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في كورس فاونديشنز انجينيرينج تو. ان شاء الله النهاردة في الجزء الرابع من شابتر سيفن اللي هو بتاع او ديزاين ريتينينج وال. هنتكلم النهاردة على الاحمال او الفورس اللي احنا اتكلمنا فيها في الاجزاء السابقة. اللي بتيجي على الا وهي او الضغط الجانبي لالتوربا. خلي بالك احنا عندنا ده في حالتين ليه. ايه هما? في ممكن ده بيبقى لفيلم. وممكن يعني ايه الكلام دوت? بربساطة خالص. انت عندك هنا جبل اهو. تحيل? الجبل دوت انا هعمل طريق فوق هنا هوا. فهبتدي اردم الجبل ده هنا هوا. فلما اردم ده الطراب اللي هنا عايز يقع. فببتدي حط مين ريتينينج وال. بس انت عملت ايه هنا? عملت فيل. عملت ايه? ردن. شايفين الردم ده? فانت لازم تحط الريتينج وال عشان يسنب مين الرد. عشان كده بيسميه ريتينج والتو سبورت ايه? فيل. نفس الجبل اهو ما فيش اي اختلاف فيه. بس المشكلة ان انت هتعمل الطريق بتاعك فين? هتعمله هنا هوت. فعشان تعمله هنا لازم تحفر الكلام ده. كل ده لازم يتحفر. عشان احفره الطراب اللي هنا هيبتدي يقع. فببتدي حط مين? ريتينج وال. فبقى ريتينج وال هنا بيبتدي ايه? يعمل سبورت للقط اللي انت عملته دوت. يبقى فيه عندي ريتينج وال تو سبورت ايه? فيل? وريتينج وال تو سبورت مين? قبل. ده مبدئين قبل ما نتكلم على طب ايه حكاية ده? طبعا انت خدت في الهايدروليك حاجة اسمها او ايه بريشر. يعني ايه? يعني انا لو عندي كوباية مية هنا وفيه نقطة موجودة عندي هنا. النقطة او اللي موجود هنا عليه فرص او من كل الجهات. بس عشان ده مية فالفرص اللي هنا هي هيها اللي هنا هي هيها اللي هنا هي هيها اللي هنا قمتها جامة وطر في الارتفاع ده. يعني جامة وطر في الارتفاع ده هو ده الوزن اللي هنا والوزن اللي هنا والوزن اللي هنا والوزن اللي هنا. فعشان كده بيعتبر المية ده نوع اسمه ايه ايزوتروبيك ايه ايزوتروبيك ميديا يعني طبق املها يعني الحمل بتاعها اللي جاي افقي هو هو اللي جاي مين رأسي ولكن الموضوع ده مختلف عن مين عن الصيل لو انا خدت بقى صيل اللي حتة هنا عليها ضغط من فوق صح وعليها ضغط منين من الجنب بالشكل ده هل ده بيساوي ده لأ بتوع الصيل يقول لك لأ طب طالما ده ما بيساويش ده فده بيسمه ايه انايزوتروبيك ايه ميديا او يعني وسط ماله مش متماثل الاحمال اللي عليه طيب السؤال بقى مين الاكبر هل هو ده ولا دوت فقال لك لأ ده السيجما بتاعتك اكس ديت او الاحمال اللي هي الجانبية ديت بتبقى مالها هي اللي اصغر من مين من ده بس لها حالات يعني مش سيجما اكس دايما هتبقى اصغر من ديت اه سيجما اكس اصغر من ديت في حالة الاتريست وفي الاكتف لكن في الاسف هتبقى سيجما اكس اكبر وهنعرف يعني ايه ااتريست ويعني ايه اكتف ويعني ايه في الحلقات القادمة ان شاء الله بس المهم ان انت تبقى فاهم ايه ان انا لو عندي اي الامنت هنا عليه سيجما فيرتكال سيجما فيرتكال ده عبار عن ايه جاما في اتش اللي هي وزن الطراب اللي هنا لكن السيجما هوروزونتل بقى بتاعتي لأ ده سيجما هوروزونتل دي اقل من مين اقل من او تساوي او اكبر من من السجما مين فيرتكال. يعني عايز تقول طب في علاقة ما بينهم? قالوا اه ايه هي? قالوا ان سجما هورزونتل على السجما فيرتكال ديت دي رقم سابت. الرقم السابت ده ساموه مين كي. ايه هو كده? قال له كده هو اسمه معامل الضغط الجانبي. يعني ايه معامل الضغط الجانبي? يعني كوفيشن اف ايه? لاترال ايرس بريشر. طب وده ايه دوت? قيمته كام ديت? ولا ايه قصته بالزبط? قال لك ما هو ده هو ده اللي هيحسب لي السجما هورزونتل. يعني السجما هورزونتل في الآخر بيساو مين? الكي في السجما مين فانت لو عرفت الكي. وده السجمافيرتكال. يبقى تقدر تحسب السجما مين? هورزونتل. يبقى القصة كلها ان انت عايز تحسرب مين في الآخر الكي. نحسب كي ازاي? الكي على حسب حالة الطربة بتاعتي. لو الطربة بتاعتي ما تحرقتش خالق ما محصلهش اي حركة. فبيسموه الكي لهتك بتاعتي. وده بسموه ات ريست ايرس بريشر. اما لو الطربة بتاعتي اللي حصل فيها الول او الحركة بتاعت الول بتاعتي ده يعني اتحركت بعيدة عن التربة فده بيسموه اكتف ايرس بريشر اما لو كانت الحيطة بتاعتي اتحركت مين جهة مين السويل فده بيسموه باسف ايرس بريشر وده بيعتبر كأنه حاجة مقاومة يعني التربة عايزة تيجي كده وده حاجة مقاومة عندي هنا طب الكي نوت والكي اكتف والكي باسف نحسبهم ازاي ده اللي هنشوفه في الحلقات القادمة ان شاء الله شكرا